اطلقت شركة بينيفيت والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الالكترونية في مملكة البحرين خاصية جديدة للتحقق من الهوية IDV لتطبيق بينيفيت بي وتمثل هذه التكنولوجيا المتقدمة تطورا ملموسا في بروتوكولات الأمن بما يوفر المستخدمي بينيفيت بالمزيد من الحماية وضمان معاملات دفع بدون أي متعب في هذا الصدد أوضح أحمد المهري المدير العام المساعد للخدمات والتطوير الأعمال في شركة بينيفيت بأن هذه الخاصية تتولى التحقق من الهوية على مزايا عديدة لكل من بينيفيت ومستخدميها وذلك من خلال تطبيق عملية للتحقق مكونة من خطوتين للتأكد من صحة هوية المستخدمين أهمية كبيرة لحماية المستخدمين وأمان التطبيق طبعا من شهر نستقريبا نطلقنا خدمة التحقق من الهوية اللي هي تضمن خصوصيات وأمان المستخدم حيث أنه يطلب منه في حال تغيير جهازه أو في حال خرج من التطبيق أمانه إلى ذلك نطلب منه تصوير الهوية ومطابقة الهوية مع صورة الشخصية أنها تكون مثل ما نقول البيومترك verification وهذه طبقة حماية ضفناها لضمان أن التطبيق يوصل لأعلى مستويات الأمان وحماية المستخدمين من أي عمليات احتيار وفي طور الأويرنس أو دوعية الناس لاستخدامها وفيه قبال كثير أهم شيء شفنا النتائج الإيجابية لإطلاق هذه الخدمة في الحد من عمليات الاحتيار بشكل جدا ملحوظ من كافة لقطاعات في الدولة فالحمد لله يعني حتى لو تكون فيه صعوبة لبعض المستخدمين لكن في النهاية نطمح إلى حمايتهم بشكل أساسي من أمي عمليات احتيار مثل اللي تواجهنا في العامة في الأيام السابقة ترجمة نانسي قنقر